سؤال بسيط لكنه مما يمر بنا في حياتنا بتقول انا بذهب احجز لابني يعني عندي طبيب طبيب مزدحم العيادة ممتلئة بالناس في بنت السكرتاريا برا تعول اسرة كبيرة احيانا تساعدني في الحجز وديها مبلغ من المال وبتقول انا بديها في كل الاحوال ساعدتني او ما ساعدتنيش انا انظر لحالتها واعطيها ما اساعدها به ومع العلم انه لا تأخذ مكان احد يعني لا تفضلني على احد يكون قد سبق قبلي وعنده اولوية حجز فقط تضيف اسمي الى القائمة انا رغم اتي متأخرة المواصلات التسعيني بالتليفون جيد اسمي تقيد اسمي فهل هذا يعد رشوة اذا اقتصر عملها على مجرد اضافة اسمك الى القائمة لم تأخذ مكان احد ممن سبقك الى الطبيع وكنت تدفعين هذا المال بنية المساعدة لها وتدفعينه على كل حال سواء عليها اساعدتك في الحجز ام لم تساعدك فلا حرج ان شاء الله لان اصل الرشوة دفع المال من مبطل ليحصل على حق غيره دفع المال من مبطل ليحصل على حق غيره واضاف عليها اهل العلم ايضا قالوا ودفع المال من محق ليحصل على حقه طب تيجي ازاي دي دفع المال من محق ليحصل على حقه طبعا ما في الصاحب الحق يأخذ حقه من غير ان يدفع مالا من ان يحصل على حق انت ذهب تحصل تستظر ترخيص بناء من جهة ما كل الشروط مستوفاء من حقك تأخذ هذه الرخصة مباشرة فاذا تعنت موظف وابا ان يمنحك هذه الرخصة الا بمبلغ من المال فهذا دفع المال من محق وهو انت لتحصل على حقك كان ينبغي ان تحصل على هذا بغير دفع منك فالذي منعك من هذا ظالم بمنعه واذا اضطررت انت الى الدفع فانت معذور بالدفع وهو مأذور بالاخذ ومن العقود ما يكون حراما من جانب ورخصة من جانب فمن جانب الظالم الذي ألزمك بان تدفع نتيجة الحصول على حقك هذا يأكل صحتا يأكل في بطنه نارا اما انت اذا كنت معذورا لا سبيل لك الى قضاء مصالحك وان فادي امورك الا من خلال هذا فانت معذور ان شاء الله يقولون من العقود ما يكون حراما من الجانبي او حلالا من الجانبي او حراما من جانب ورخصة من جانب وموضوعك هذا يا بناتي ليس من الرشوة في شيء ان كان الامر كما وصفت اشتركوا في القناة